السلام عليكم يا ربي كلكم تكونون بخير وبصحة وبسلامة وياكم ايمان بقناة ايميلي فن الكروشي بجعتوا ياكم بالفيديو جديد اليوم احنا في جزء الرابع من باترون هاي الدمية الجميلة وفي هاي الفيديو بح نشتغل باترون الشعر واذا بقى وقت ادنا بح نشتغل الطوق والفستان ايضا باذن الله لكن اريد اقول لكم شي بنات في اول جزء بسيت اقول لكم انه باترون الشعر رح نشتغلها على سدارة رقم 3 اوكي احنا جسم بالكامل من الرئيس الى الاقدام اشتغلها على سدارة رقم 2 صح لكن الشعر رح نشتغلها على سدارة رقم 3 هاي رقم 3 لكن من كثر الاستعمال الرقم والتباقية اوكي يعني نجيب سدارة رقم 3 على مود الشعر ونوخر هاي الدمية وتجيب خط اللون البودي او الاصفار اسود حسب اللي ايتوا تحبوه تشتغلوه الشعر بسم الله نسوي دائرة سحرية في داخل الدائرة السحرية سبع قرص حشو واحد واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة زائد سبع سبع حشوات في داخل الدائرة السحرية اسحب الخيط الى ان تقف لأدي الدائرة تماماً اهنا نسوي بوزليقة بنات نخلي علامة للمبتدئات تقدرون تخلون علامة نسوي بوزليقة نرتفع اساسي لمجرد الارتفاع وفي نفس البكاد رح نشتغل تزايد وهكذا الى نهاية السطر على كل غرزة حشو رح نشتغل غرستين حشو وهاي اخر غرزة انا رح نشتغل في داخلها غرستين حشو كملت السطر وحالياً عدد الغرز 14 غرزة حشو نجي على اول غرزة سويناها ونسوي بوزليقة نرتفع اساسي لمجرد الارتفاع وندخل الى سطر الثالث في سطر الثالث رح نشتغل حشو غرزة لي بعدها يكون تزايد وهكذا الى نهاية السطر رح نشتغل حشو زائد تزايد كملت بنات سطر الثالث حشو زائد تزايد وحالياً عدد الغرز 21 غرزة حشو نسوي بوزليقة وندخل الى سطر الرابع في سطر الرابع رح نشتغل واحد زائد اثنين غرزتين حشو فردية وفي غرزة ثالثة رح يكون تزايد رح نكررها الى نهاية السطر بحشوتين زائد تزايد كملت بنات سطر الرابع غرزتين حشو زائد تزايد وحالياً عدد الغرز اثبار 20 غرزة حشو ندخل الى سطر الخابس نسوي بوزليقة ونرتفع سلسلة وجرد الارتفاع لكن سطر الخابس رح نشتغلها في الحلقات الخلفية بكابس طويلة بوزليقة ناخذ الحلقة الخلفية بالتها اثبار الخيط اشتغل غرزة حشو اقول واحد اللي بعدها اثنين وثلاثة ثلاث حشوات فردية والتزايد طبعاً رح نكررها الى نهاية السطر ثلاث حشوات زائد تزايد لكن في الحلقات الخلفية كملت بنات سطر الخابس ثلاثة غرز حشو زائد تزايد وحالياً عدد الغرز خمسة وثلاثة غرزة حشو خلاص رح نتوقف على التزايدات كملنا القاعدة مالتاً هسا رح نشتغل خصلات الشعر نسوي بوزليقة ونرتفع ستي سلسلة اولاً رح نشتغل خصلات الشعر الطويلة اوكي نحسبها واحد اثنين ثلاثة اربعة تسعة وخمسة تسعة وخمسة ستين ارتفعت ستين سلسلة اذا حبيتوا الشعر يكون اطول ارتفعوا سبعين او ثمانين سلسلة اذا حبيتوا قصيرة ترتفعون اقل اوكي الطول الشعر الخصلات حسب رغبتكم بنات من بعد ما ارتفعت ستي سلسلة الف الخطأ السدارة وفي سلسلة ثانية اصحب الخط وأشتغل غرزة نص عبود في نفس المكان ايضاً غرزة نص عبود تمام يعني صارت تزايد وراها اشتغل نص عبود فردي الف الخطأ السدارة واشتغل نص عبود تزايد تمام فقط مرتين راح نكررها تزايد نص عبود فردي تزايد وباقي السلاسل الى الدوصل الى اول دقطة كلها نص عبود فردي على كل السلسلة راح نشتغل نص عبود واحد فقط شوفوا بنات وصلت الى اخر سلسلة كلها غرزات الدوصل عبود الفردي شوفوا الخصلة جد حلوة مرتبة هسا نجي على الغرزة اللي بعدها مو في نفس المكان اللي ارتفعت وينما غرزة اللي بعدها أسوي مزلقة وأرتفع ايضا ستين سلسلة وهكذا الى ان اشتغل ست خصلات منها يعني هاي الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة اشتغل ست خصل على نفس الطريقة خصلات طويلة اولا ستين سلسلة ونترك سلسلة الاخيرة وراها نسوي تزايد في غرزة نص عبود وراها غرزة نص عبود فردية وراها تزايد وبقيت النص عبود الى نهاية السلاسل تكون فردية اوكي اكمل ست خصلات على نفس الطريقة وارجعلكم بأذن الله كملتها بنات سويت ست خصلات من الخصلات الطويلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اوكي 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 وفي سلسلة ثارية نسحب الخيط نشتغل نص عبود وهكذا الى نهاية السلاسل اشتغلها كلها نص عبود كان عندي تسع سلاسل ببقى انو تركنا السلسلة المتبقي ثمانية فنشتغلها نشتغل عليهم ثمان ورز نص عبود اوكي وهاي اخر سلسلة تمام كملت اول خصلة منها شقد راح نشتغل نشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ست خصل من القصيرة احنا حاليا مشتغلين واحد راح نضيف عليها بعد خمس خصل من القصيرة وارجعلكم بنات اوكي نشتغل خمس خصل على نفس الطريقة وارجعلكم كملت بنات الخصلات القصيرة شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة تمام وراها بقية الغرز الى اول لقطة راح نشتغلها على طريقة الخصلات الطويلة اوكي احنا حاليا كملنا من الابابية راح نكملها وراها الخصلات الشعر الطويلة وهكذا الباتروني الشعر جدا سهل ايضا راح ارتفع ستة سلسلة وراها اشتغل تزايد بالغرزات النص عمود وراها عمود فردي وتزايد وباقي الغرز كلها نص عمود فردية على نفس الطريقة اوكي اكمل هذو لكلها الى ان اصل الى اخر نقطة وارجعلكم بإذن الله وكملت بنات بالباترون الشعر شوفوا جميع الخصلات سويتها فقط الامامية ستخصل قصيرة قبل باقي كلها خصلات طويلة اذا تلاحظون وقصيت الخيط لان انا الشعر راح اثبتها على الرأس فاخليها على صفحة هسا اجيب الخيط الوردي على ما نشتغل هاي الطوقة جميل وبعد ما كملنا الشعر راح نشتغل طوقة الشعر انا راح اشتغلها بخيط لون وردي بنياران ارنجيز وعلى نفس السندارة بنات اللي تكون رقم 3 اوكي على نفس السندارة راح اجيب الخيط لكن بداية راح اترك مسافة شوفو وراها نسوي العقدة البداية اوكي من بعد ما سويت عقدة البداية راح ارتفع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ورخوا يتكون بالشغل اوكي راح نجي على اول سلسلة ومباشرة شوفو بدا اسحب الخيط بدل بأسباب الزرقة اشتغل قرزة حشو اقول واحد وراها اثنين شوفو سسلة بعدها ثلاثة ثلاثة زائد اربعة وخمسة ستة زائد سبعة وثبانية ثلاثة 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 تطني هاي الشكل اذا تلاحظون كلش حلوة ورتبها لشن سوي راح ناخذ هاي الحلقة الخلفية با الحلقة اللي راح يتكون جواتها اسحب الخيط واشتغل قرزة حشو عادي بر راح نخلي علابة لان احنا راح نشتغلها على شكل لولبي اوكي شوفو هاي الحلقة الخلفية بين القرزة هاي الحلقة راح يتكون أمامنا مباشرة اسحب الخيط اعديل هاي الغرزة اسحب الخيط واشتغل قرزة حشو ايضا شوفو هاي الغرزة الاصلية لكن انا فقط ااخذ حلقة الخلفية بالتا اللي بعدها ايضا اسحب الخيط وقرزة حشو شوفو هاي الحلقة راح يتكون امام عيوننا قرزة حشو ايضا شوفوا هاي الغرزة لكن ادي اخذ حلقة غلفية وهاي الحلقة رح يتكون جوى السينارة مباشرة وهكذا رح نشتغلها على شكل لولبي شوفوا عدد الغرز 8 حشوات رح نظل نشتغل لحتما نكون الطاق الشعر شوفوا هاي الغرزة رحوا ايدكم بالشغل حتى الحلقات تكون سهلة تحت ايدكم لا تشدون ايدكم بالشغل لان الحلقات رح تكون جدا مجدودة وصعب تشتغلوها شوفوا نحن نظل هتشي نشتغل يعني الشغل الصحيح رح يدخل الى الداخل ومن برا رح كإنما نشتغلها على شكل بقلوبي القطعة تكون على شكلها العكسي كل ما ناخذ هاي الحلقة وهاي الحلقة رح يتكوت تحت السدارة اسحبها واشتغلها جدا سهلة ادي اتذكر في باترون شطة البقرة ايضا سويت اليد الشطة على نفس الطريقة حلوة ومرتبة شوفوا كل ما ناخذ الحلقة الثانية تكون تحت السدارة اكملها بنات سطور من الحشوات الثابتة على نفس الطريقة الى ان اجيب رأس الدمية واخليها هيتي بحيث تجي على شكل الطوق الشعر اوكي بدون قياس هو ما يحتاج قياس اول ما نجيب نشتغل هاي السطور كلها بالكامل نحس انه صارت على رأس الدمية زياد كل ما نرتفع كم سطر مثلا كل ما نرتفع قسم من السطور وراها ندخل بها قطن يعني فايبر اوكي ضروري تخلو بها فايبر حتى تكون هي اجتيبة جدودة وحلوة متفخة يعني موهواية كمية قليلة لكن خلو بها اوكي لا تنسون هاي نقطة كل ما نرتفع قسم نخلي بها قطن شوفوا بنات بعد ما ارتفعت مجموعة من السطور قسا راح اخلي بها قطن كمية قليلة موهواية اتشي بال بالصدارة ادخلها قطن وهذا لرأس بالتحة الكطن بيطلع راح اجيب امرة التنظيف واخلي الخيط على الامرة اجي اغلق هاي الفتحة حتى القطن ما يطلع منها شوفوا بنات اول ما اسحبها تنغلق الدائرة تماما وراها اجي اثبت الخيط لكن ما اقص الخيط نهائيا على المدعب هاي الخيط راح اخيطها على الرأس فقط اريد اغلق الدائرة حتى القطن ما يطلع تمام هاي الخيط لا تقصوها خلي تبقى هنا نخلي بها قطن ونكمل باقي السطور على نفس الطريقة كل ما نرتفع شوية نرجع نخلي بها قطن على ما نوصل لقياس المطلوب شوفوا بنات انا اكملها وصل لقياس المطلوب وبنضبط اقول لكم كم سنتيم حتى انتوهم تعرفوها وانتو بدهركم ايضا كل ما تشتغلو سطور قيسوها على رأس الدمية اكملها وارجع لكم كملة هبنات وصلت الى قياس المطلوب مثلا هاي الدمية راح اقيسها من هنا الى هنا شوفوا بالضبط على قياس المطلوب زي هسا راح اقيسها لكم بالمترة همينة حتى تعرفون كم سنتيم بالضبط بسم الله من البداية الى اخر نقطة 27 سنتيم بالضبط اوكي بنا شوفوا 27 سنتيم احتمال اه الخيط يبكم يفرق اه توصلوها سطور اقل او اكثر مو مهم اهم شي تشتغلون نفس الخطوات على ما توصلون لقياس 27 سنتيم اوكي زي هسا هنا راح اقص الخيط اجيب المقاص وقص الخيط على مسافة شوية طويلة مو هواية تمام واسحب الخيط خلاص راح اجيب الابرة التنظيف خليت الخيط على الابرة هسا راح اجي اغلق الفتحة مثل ما سويت بالبداية غلق الفتحة خلاص اطلع الابرة هاي الخيط ما اقص ها هاي شكل الطوغ مالتنا زين اخلي ها على صفحة هاي الاثناء نواخر هذولا اخلي مسدس السيليكون على الكهرباء على مود نثبت الشعر علماء يحمل مسدس السيليكون راح نجيب الشعر ونجي نرتب ها على الرئس لكن بنا تشوف هاي خيط الدائرة السحرية مع اخر خيط اللي سوينا بها منزلقة نربط مع بعض اللي تشربت خفيفة ونقص الخيط لان احنا راح نثبت ها في داخل الرئس اوكي راح ندخلها لداخل الرئس ونجي نثبت الشعر القصيرات راح تكون الى الامام ورح نجيب الدمبوس بسم الله ضروري قبل تذبيت الشعر نخلي الدمبوس ورح نجي نثبت شوفوا بنات انا رتبت الخصلات القصيرة الامامية وهس راح اجي ارتب خصلات طويلة هاي الخصلة طويلة انا راح اثبت ها راح اخليها مثل القدلة الطويلة شوفوا هاي ما بثبت شوية بثبت من فوق يعني فقط هاي القسم راح اثبت من فوق اما الباقي راح اترك ها يعني هاي الخصلة لتحسبوها حاليا وراها راح نجيب القصلة الثانية ونبتدي بالتذبيت اولا بد دبوز وراها بالسيليكون نخلي دبوز على اعلى الرئيس حتى بتتحرك القطعة وراها نجي لثبت باقي الخصان شوفوا بنات ثبت الشعر بالدموز وخصلات لا تخلو بها مسافات كلها فوق اللاخ تمام لان القصلات ما لتنا كثيرة طويلة كلش كثيرة فبدو تترك مسافات شوفوا فوق اللاخ راح نخلي القصلات الشعر حتى تكفي المكان وعلتها شوفوا هاي شكل الدمية شكت حلو ومرتبة هاي الخصلة راح نثبتها مع الخصلة القصيرة أما الباقي شوفوا هي شي ما راح نثبتها اوكي هاي راح تبقى مفرودة شوفوا شكل مالت شلون صارت كل ش حبيتها هس راح اجيب مسدس السيليكون بسم الله وابتدي خصلة خصلة افتح الدبوز اجيب هاي القطعة افتح الدبوز واخلي عليها سيليكون لكن بنات لا تكثرون السيليكون حتى ما تطلع من الخصلات الشعر اوكي وهكذا ناخر الدبوز وراها نخلي سيليكون شوية تقدروا بالصبغ تقدرون اذا حبيتوا تخيطوها كيفكم لكن انا اعتقد الخياطة تكون جدا مزعجة وصعبة ومتعبة ايضا في نفس الوقت اما التثبيت اسهل واسرع والنتيجة مالتا روعة يعني مثل ما اتريدون تقدروا تثبتون الخصلات الشعر وهكذا شوفوا رح امشي الى نهاية الخصلات الشعر بنفس الطريقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثبتنا الشعر بأسهل طريقة هسه اجا وقت نجيب الطوق مالتنا خليت القسم الخيط على الابرة هسه اشي سوي اجي احدد المكان للطوق هيش راح تكون شكت حلوة يا الله اللون مالتك كلش حلوة هيش راح احدد القياس لكن اكيد راح اجيب دبوز اولا اثبتها انا اسفة بنات برات اطلع من الكاميرا لكن القطعة بما انه كبيرة والمكان الكاميرا مالتي جدا صغيرة فاخاف برات اطلع من الكاميرا شوفوا الجمال وان شاء الله طلعت كلش حلوة اطلع هاي القصل اللي دخلتها زي هسه اشي سوي بنات شوفوا اجي ما بين الخصلات المكان اللي ثبتتها اوكي هيش احدد مكان ما بين الخصلات اجي اثبت هاي الخيط ادخل الامرة مالتي بالقطعة الرئيس شو يتكون مزعجة الامر لان احنا موجود سليكون بهاي المكان لكن جيبوا امرة حادة ودخلوها نخيط هاي القسم فقط اوكي بنات راح نثبتها وكأنما الطوق داخل لداخل الرئيس شوفوا هي ما داخلها احنا بخيطيها وراح راح نثبتها باذن الله فقط هاي القسم راح اخيطها وكأنما داخلها ما بين الشعر تمام اخيطها مرة اثنين ثلاثة عن ما احسها خلاص صارت ثابتة شوفوا بنات انا ثبتتها كل جزين وراها خلاص ادخل هاي الخيط اطلع الدموز ادخل الخيط لداخل قطعة الشغل واسحبها تمام وخلاص اقص الخيط مرة ثانية ادخلها في مكان ثاني اطلع منها حتى تثبت الخيط بالكامل تمام اجيب المقص دائما المقص يضيع مني ما عرف ليش اخذها مرة ثانية لداخل القطعة وأقص خلاص تمام وهسا شوفو راح اضيع ما بين الخصلات راح اجيب شوية من السيليكون هاي مو هسا بعدين هيتش راح اسوي هاي الخصلتين وأخفي هاي القطعة شوفو حاليا راح تبين صح حتى لو نفرد الشعر راح تبين اخلي نقطة من السيليكون في هاي القسم وراح اجيب الخصلة الاولى والثانية وأخفيها هيتش راح تكون الشكل معلثة اوكي زين كلش حبيت اللون هاي الخصلة والثانية وأخفي مكان الخياطة هيتش راح اخفيها شوفو بنات هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي راح تطي جمالية للدماء شقد ما ندقق بهاي التفاصيل راح تطي جمالية للدماء قسم الثاني سويتها على نفس الطريقة شوفو مكان الخياطة اختفت تماما زين هسا الطوق راح تتحرك شوفو الى اليمين الى اليسار راح توقع انا شا سوي بنات اوخر الطوق شوية ما اقدر اشيل الدماء اخاف تضرب على الكاميرا هاي الدموز البداية اوخرها شوفو بنات راح اخلي سيليكون على هاي القطعة بالكامل لكن اوخر القطعة بسم الله ما عرف شلونة سوي هوي الكاميرا شوفو اجي بداية الطوق اخلي سيليكون يا رب تكون واضحة بالفيديو الى نهاية المكان اوكي زين خليني السيليكون هسا شوية شوية راح اجيب الطوق عليها واضغط عليها واضغط عليها بدون ما احرك ايدي لحد ما تبرد اوكي لان اذا هسا راح اترك احتمال ترجع الى الوراء فالسيليكون راح تبين منها عني اريد القطعة تكون نظيفة ومرتبة شنو رايكم بنات بشكلها نهائي انا بصراحة كلش اجبتني لون الوردي طلعت جدا حلوة ومرتبة وهاي الشعر من الظهر زوايا الطوق جدا مرتبة وجميلة من الاتجاه الثاني ايضا سوينا نفس الخطوات هاي نقطة الصغيرة والتفاصيل الصغيرة جدا مهمة تطي جمالية غير شكل للدماء اليوم خلصت فقط قدرت اشرح لكم باترون الشعر والطوق لان حاليا صارت يمنى المغرب انا من الصباح ابتدأت بهاي الفيديو وهسا يلا اكملت صارت المغرب لانتعرفون انا من ابتدأ بالشعر لازم في نفس اليوم اكملها انا بود الحق اكمل الفيديو وسوي المونتاج الحفد لله على كل حال لكن ان شاء الله باشر باذن الله اذا الله خلانا طيبين وسالمين رح انزل لكم باترون البلابز بالكامل من الفستان والجطة زائد الحيذاء ايضا ورح تكون جزء الاخير ورح تكمل باترون هاي الدمية الجميلة احبكم كل شي هوية اذا عجبكم الباترون لا تنسوا تحطوني لايك وكلام جميل يسعدني الله يسعد قلبكم يا رب والي هنا اقول لكم مع السلامة باي باي